اشتركوا في القناة معتبراً ذلك انتهاكاً لمعاهدة نزع الأسلحة النووية حلف شمال الأطلسي قلق إزاء عدم التزام روسيا بالشفافية وعدم احترام التزامتها الدولية منها معاهدة نزع الأسلحة النووية متوسطة المدى وقد أزالت المعاهدة عدداً من الأسلحة وهو ما يمثل عنصراً أساسياً بالنسبة للأمن الجماعي الولايات المتحدة تعتقد أن روسيا تطور نظاماً لإطلاق الصواريخ المتوسطة هذا النظام يسمح لها بشن هجوم نووي على أوروبا خلال فترة وجيزة وتتعهد واشنطن بتدمير النظام قبل دخول الخدمة واشنطن وموسكو وقعت معاهدة في عام 1972 تحذر تصنيع الصواريخ الباليستية أو المجنحة روسيا من جانبها لم تنفي اتهامات واشنطن ولم تؤكدها لكنها وصف التصريحات المسؤولة الأمريكية بالخطيرة وأن إطلاقها لا ينم عن مسؤولية وللحديث أكثر خالد أهلاً بك أولاً عن هذه التصريحات يعني هذه التصريحات الأمريكية تعد مفاجئة فهل ترغب واشنطن في التصعيد فعلاً مع موسكو؟ هي تصريحات مفاجئة وغريبة والغرابة في الموضوع أنها تحمل الكثير من العداء لروسيا حتى أنني في الوهلة الأولى تسألت إن كانت زلت لسان من قبل مندوبة الولايات المتحدة لدى حلف الأطلسي أم لا لكن عندما نقف عند الكلمات نعرف تماماً أنها ليست زلت لسان وإنما هي رسالة من الإدارة الأمريكية إلى موسكو المندوبة الأمريكية قالت إننا منذ سنوات نبلغ الروس بأنهم لا يحترمون معهدة الحد من انتشار الصواريخ المتوسطة والقصيرة بالمناسبة هذه المعاهدة تم توقيعها عام سبعة وثمانين بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابقاً ويفترض أنها تمنع تصنيع الصواريخ ما بين خمسمائة إلى خمسة ألاف وخمسمائة كيلومتر الأمريكيون يقولون أن روسيا لا تحترم هذه المعاهدة لكن الروس أيضاً يواجهون نفس الاتهامات للولايات المتحدة لكن المرة الأولى التي نسمع فيها تصريحات محذرة ومهددة بهذا الشكل من الجانب الأمريكي هي تقول أبلغنا الروس كثيراً وقدمنا لهم الدلائل وفي هذه الحالة سندرس إمكانية تدمير الصاروخ الذي يمكن أن يضرب أي بلد من بلادنا كلمة سندرس هي لا تدرس الإدارة الأمريكية هي التي تدرس وبالتالي هي ليست زلة لسان وقدمنا تقول أبلغنا الروس بمعنى أن الإدارة الأمريكية أبلغت السؤال يوجه إلى وزير الدفاع ماتيس وزير الدفاع الأمريكي قال لا أستطيع أن أقول إلى أين يمكن أن تصل الأمور الموضوع في يد الرئيس وسنتخذ أي قرار مع الحلفاء لكن الكونغرس ووزارة الخارجية قلقان طبعاً نستطيع أن نضيف أيضاً وزارة الدفاع من الواضح أن هناك كلمات تصعيدية باتجاه روسيا لكن ليس فقط الكلمات أمين عام حلف الأطلسي أعلن عن مناورات عسكرية لحلف الأطلسي هي الأكبر منذ الحرب الباردة ستكون في شمال أوروبا الجهة المقابلة لروسيا سيشارك فيها نحو 45 ألف جندي من دول العضاء في حلف الأطلسي نحو 150 طائرة بالإضافة إلى نحو 10 ألاف مركبة عسكرية طبعاً الهدف المعلن هو هي لا تستهدف أحد وإنما هي للدفاع عن أي دولة عضو لكن عندما نقول الدول حلف الأطلسي تقوم بمناورات في شمال أوروبا في الجهة المقابلة لروسيا طبعاً نستطيع أن نتخيل من المقصود بهذه المناورات إذن لإجابة لكي أجيب بشكل مباشر على سؤالك نعم هناك تصعيد من قبل الولايات المتحدة ضد روسيا لكن ليس ضد روسيا فقط وإنما ضد الصين أيضاً على ما يبدو يوم الأحد الماضي كادت أن تصدم مدمرة صينية بمدمرة أمريكية في بحر الصين الجنوبي الرواية الأمريكية للأحداث أن المدمرة الصينية قامت بمناورات غير آمنة وخطيرة وغير محترفة باتجاه المدمرة الأمريكية التي طر قائدها إلى القيام بمناورة للإبتعاد حتى لا يصطدم بالمدمرة الصينية طبعاً الصين اعتبرت أن ما حدث هو التعدي من الجانب الأمريكي على مصالح الصين طبعاً نعلم جميعاً أن بحر الصين الجنوبي هي الصين تعتبر أن معظم هذا البحر تابع لها بما يحويه من سروات وبما هو ممر التجاري في غاية الأهمية الولايات المتحدة تعتبر أنه ليس من حق الصين أن تقوم بنشر الأسلحة وهو ما حدث فعلاً بنشر الأسلحة والجزر الاصطناعية التي وضعت عليها صواريخ وأيضاً طائرات تستطيع أن تحمي هذه المنطقة هي الولايات المتحدة تقول لهذا ممر دولي يجب أن تؤمن فيه الملاحة البحرية الدولية وبالتالي هناك رسالة من الولايات المتحدة تقول لصين أننا نرفض عسكرة هذا البحر وبالتالي واضح أن هناك رسالة حزمة من الولايات المتحدة طيب كيف نفهم سبب هذا التصعيد وهذه الرسالة كما تقول نتذكر عندما تسلم الرئيس الروسي بلاديمير بوتين الولاية الجديدة العرض الذي قدمه عن الأسلحة الروسية التي دخلت حيث التطوير والرسالة كانت كنا في الماضي نتحدث لا يسمعنا لحد الآن سيسمعوننا روسيا تبحث عن مكان لا في العالم وتعتمد لكي تصل إلى هذه المكانة على السلاح ليس روسيا واحدة هي التي تطور السلاح الصين في السنوات الأخيرة طورت إعادة تنظيم القوات البرية صنعت في القوات البحرية هناك الآن حاملت طائرات صينية طورت من التصنيع في مجال الطائرات هناك مقاتلات صينية الآن الصين طورت وزادت من موازناتها العسكرية بشكل كبير جدا حتى أصبحت ربما القوة العسكرية الثانية في العالم لكن تفعل ذلك في صمت الصين لها مصالح اقتصادية لها مشاريع طموحة جدا اقتصادية وتريد أن تعتمد على القوة العسكرية لحماية هذه المصالح في النهاية في عالم نرى فيها الولايات المتحدة التي تعتبر نفسها القوة العظمى في العالم وروسيا التي تبحث عن مكان لها اعتمادا على القوة العسكرية والصين التي تبحث عن مكان عالمي اقتصادي اعتمادا على حماية القوة العسكرية في هذا العالم المصالح ستتضارب الولايات المتحدة ترى ذلك جيدا ورأت المناورات الأخيرة قبل أسبوع فقط التي شارك فيها الصينيون والروس وتريد أن تقول للطرفين نحن هنا نحن القوة العظمى ولن نتسامح أبدا فيما يهدد مصالحنا لكن لا أحد يرغب في أي نزاع دولي لكن كل الخشية أن الموضوعات الملفات الحساسة التي تتواجه فيها هذه الأطراف الثلاثة ربما عن طريق الخطأ يمكن أن تؤدي إلى صراع غير مرغوب من أي طرف شكرا لك خالد الغربلي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر